تحياتي للجميع و أهلا و سهلا بكم فيديو جديد على الألمانية فرصة برعا معكم و موضونا اليوم سيكون Verben mit a er يعني mit a fix a er و أيضا هذا الفيديو من سلسلة الفيديوهات التي عملناها عن الأفعال مع باديئة معينة أول واحد عملناها كان عن باديئة fair و بعدين عملنا واحد كمان عن باديئة int إذا حابين تشوفوهن سأضعهم تحت بالوصف و بالبطاقات فوق ولكن دائما هاي سلسلة الفيديوهات حاولنا فيها نستوحي شي من معنى هاي الباديئة بأغلب الأحيان باللغة الألمانية الباديئة رح تعطيك معنى معين تضيفه على الفعل وهذا الشي كمان صح للباديئة a er و بيبين أكثر شي بهذا المثال هذا أسهل مثال إذا بتكون راكب القطار تسمع يا شوفير القطار أو بالإذاعة بشكل عام فير أغيشن إن كوتسر مثلا بيلين هوبانهوف ممكن يكون أي مكان تاني فير أغيشن إن كوتسر بيلين هوبانهوف أغيشن هون يعني سنصل وهذا بيعطيني المعنى المجازي تبع a er اللي هو إنه أنا إلي غاية أنا إلي غاية بهذا الفعل أنا بدي أوصل لنتيجة معينة بهاي الحالة هي إنه أوصل على المكان اللي حابب أروح عليه هون بيلين هوبانهوف فإذا أول فعل سنحكي عنه اللي هو أغيشن يصل بعد هيك ممكن مثلا بيجيني فعل مثل هاد erkennen ولنفرض تنتين رفقات واحدة زبطت شعره وراهت على الصالون أو يلي هو وعم بتشوفها وبدي تقولها إيه معرفتك تغير منظرك على الأخير وبدي تقولها Du siehst komplett anders aus يعني منظرك مختلف تماما Ich habe dich fast nicht erkannt يعني إلا شوي معرفتك أنا متعود على منظرك أنا ما تعرفت عليك هو هون إنه أنا ما ميزتك هذا هو الأصد ب erkennen وطبعا كمان بتتبع نفس القاعدة هو مندمج الفعل kennen مع er بصير إنه أنا غايتي إنه مو بس أعرف ولكن إنه أتعرف على الشي اللي أنا عم بشوفه أستحضره من الذاكرة إير هيك في عمنا بيجي مثلا فعل مثل اغاتن اغاتن اللي هو دمج الفعل غاتن اللي هو معناته يا أما الواحد يحزر شي أو إنه ينصح بيجي بمعنايين حسب موقع بالجملة إذا بضف له er بصير فورا إنه أنت لازم تحزر فقط حزر فإذا هون بمثالنا دو فست ني أغاتن فينش هايتم زوبا مكتوفن هابا الترجمة هي بعمرك ما رح تحزري مين أنا شفت اليوم بالسوبرماركت دو فست ني أغاتن دائما لما منشوف هاي الني ترجموه مثل بالعامية بعمرك ما رح يصير هذا الشي أو مستحيل ني مستحيل تحزر مين اليوم شفت بالسوبرماركت فهون القصد إنه في شخص أنا صار لزمان ما نشايفه أو شخص مثلا كان مختفي نحنا عم ندقله من زمان ونفرض وشفته هون بالصدفة يلي هو فإذا التركيز هو على الفعل لكن أغاتن اللي هو معناته يحزر في فعلين يستعملون الأساتزة كثير أول واحد اللي هو ارفاتن ارفاتن طبعا جاي من دمج الفعل فاتن مع اي اع فاتن معناته متى ما بنعرف الانتظار اعفاتن يعني أنا عم بنتظر منك نتيجة عم بنتوقع منك شي معناته صار متوقع وليس توقع بمعنى إنه بناء على معطيات أنا بتوقع إنه شي رح يصير لا أنا عم بتوقع منك نتيجة معينة مثلا هون Ich erwarte von dir dass du praktisch kommst اي والنفرض في طالب متأخر عم بتقول له الانتظار إنه أنا متوقع منك أنا بطلب منك واللي هو بالأخير واجب عليك كونه الانساء بتتوقعه منك هذا الشي إنه تجي على الوقت Avata fondier أنا متوقع منك إنك تجي على الوقت الفعل الثاني اللي بستعملوه الأساتزة كثير اللي هو أكلايرن طبعاً أي شغلتن إنه شغلتن يشرحوه ف يأتي هو مندمج الفعل كلايرن مع AR وطبعاً بيعطيني هنا معنى أكثر إنه أنا الهدف تبعي إنه المتلقي يصير عنده هاي الفكرة اللي أنا عم بحاول أشرحها واضحة كلا واضح هو من هنا جاي أيضاً بهذا المثال المعلمة تشرح لنا شيئاً ما نرجع منحكي الهدف هون من وجهة نظار المعلمة إنه هي وضح هذا الشيء للطلاب إذن الهدف إنه الطالب يفهم بالأخير فيه دائماً هدف لما بحط AR كلايرن لحاله ممكن أنا أوضح شيء ولكن أنا ما عم بتوقع المتلقي أو إنه هدفي مو إنه المتلقي يطلع فهمان بالأخير أنا فقط راح أشرح إذا بقول بس كلايرن هون عندنا مثلاً الفعل انت توشن هذا كمان حكينا عنه بالبادئة انت احت مش سو افت انتوشت هو خيب أملي الكثير من المرات إيش أفات نيشتس ميه فون إيم نحكيه كله يا طب دفع واحدة أحت مش سو افت انتوشت إيش أفات نيشتس ميه فون إيم بدك تقوله شوي بنبرة تكون حزينة فإذا هون الترجمة هيا بأملي هو كذا مرة فأنا ماني متوقع منه شي هيا كمان نرجع مثال على إيرفارتين ولكن هون عم بقول إنه راح التوقعاتي منه يعني أنا من كتر مخاب أملي بطلت قدر أتوقع منه إنه يساوي شي كويس فأنا مان راح أتوقع منه شي أبداً عنا بعدين فعلين بشبهوا بعض اللي هنن أول واحد إيرفارن يعني يصادف فبمثالنا هون إيش حابس هو فاس نخني أفارن يعني هيك شي ما صدف عليه من قبل هذا شي جديد عليه هل هذا ممكن يكون بمعنى سلبي أو بمعنى إيجابي المعنى هون فقط إنه أنا ما صدف عليه هيك شي من قبل الفعل اللي بشبهه كتير وتقريباً نفس المعنى هو أعليبن اللي بيجي من لبن مع أعر وبتقول نفس الشي إيش حابس هو فاس نخني أعليبت يعني لم أختبر أي شي من هذا القبيل من قبل هذا ترجمته شوي صعبة هذا الفعل الصراحة من أول ما عملنا القناة لهلأ عم بحاول إليه ترجمه مباشرة بالعربي ولكن معناته هيك إنه أنا أختبر شيء أو إنه أصادف شيء يعني أعيش شيء بتقول ونفرض إيش حابب زي شفير قد ساعتني أليبت يعني مثلاً فهي بتصير إنه عشت بأوقات صعبة أو إنه عشت أوقات صعبة من دون باب هاي هي ترجمته تقريباً وهيك ما تكونوا انتهينا من كل الأفعال الحبيت أنا أطرحها عليكم اليوم وتشكر استماعكم كثير وإذا عجبكم هذا الفيديو رح يعجبكم الفيديو مقترح على الشاشة أكيد دعم القناة مشكورين عليه سلفا وتكونوا بألف خير